كفين أنا وزينب بآخر فقرة وجدا مهمة زينب آخر فقرة لليوم أكيد مهمة كتير للشباب سالي والخريجين أيضا الأكاديميين يوم بدنا نحكي عن مهارات التحليل والتقييم والتفكير الناقد طرق حل المشكلات لاجتياز جي آر إي تقييم الخريجين مواضيع كتير وأكتر رح نعرف عن هالمصطلحات اللي حنذكر خلال طبعا فقرتنا أكيد مع الأستاذ يوسف الفروي ماجستير بإدارة المشاريع الدولية يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك وبإستاذ المشاهدين يسعد صباحك أستاذ يوسف دائما مواضيعنا مهمة وخاصة بما يخص الشباب المندفع للحياة اللي عنده شغلات بده يقدمك ريجين أكيد بدنا نتمنع لهم هيك إن شاء الله مستقبل حلو يعني فخلينا نحكي هيك بداية عن جي آر إي هذا المصطلح وشو هي علامة الجي آر إي هلا الجي آر إي هو عبارة عن يعني أبرفيييشن لكلمة هي جراجويت ريكورد إكزاميناشن أو هو امتحان تقييم الخريجين شو ما نعطو هذا الحكي يعني أنا خريج الجامعة عندي لما أنه دراسته الجامعية شو الأساس اللي بقول من خلاله أنه هو بيقدر يكمل دراسات عليا بيقدر يكمل دكتوراه ماجستير أو حتى بسط دكتوريت يعني مع بعض الدراسات مع بعض الدكتوراه شو اللي بيقول أنه هاد مؤهل وهاد لا هاد بقدر يفوت بهيك تخصص بهيك لفيل أكاديمية أو لا هذا الامتحان موحد دولي عالمي معروف بيعني آسيا وأوروبا وأفيقيا والأمريكيتين يعني ما نو امتحان حكر على منظومة تعليمية محددة الامتحان إذا بدوا يختصره بكلمتين هو امتحان زكي جدا لأنه يقارب مهارات التفكير لديك بتطلع أنت كيف بتفكر كيف بتحلل الأمور في شيء اسمه مهارات التفكير العليا من الكريتكال ثينكينج والاناتيكال ثينكينج يعني التفكير التحليلي أو التفكير النقدي يعني أنت قديش حدا أبضاي باستخدام ذهنه نعم قديش هو حدا بيقدر لما يقرأ كتاب يحصل منه على معلومات لما بتنعرض قدامه معلومات يحصل من خلاله على نتائج صحيحة يقدر يعمل جوجمنت يعني محاكمة صحيحة للأمور كلها يمتحنا بامتحان الجي أر إيه هو طبعا قسمين قسم لغوي وقسم رياضي لأ احنا عنا مفهوم طبع البلاغة وفي الإيجاز في حدا بديو يوصل لك فكرة بيقدر يحكيها بكلمتين صح في حدا نفسه بديو يوصل لك نفس الفكرة بيحكي 20 كلمة بالبيئات العلمية الكبيرة وبالبيئات الإدارية العالية هذا الحديث مقتل يعني خيالي أنا مثلا بحكي ألف مكالمة باليوم وبكل مكالمة عندي 20 كلمة زيادة في عندي مليونين كلمة آخر من هال يعني في عندي بلاغ كبير تماما أو 20 ألف كلمة طب كيف هذا الحيث ممكن أن ينعكس على ثقافة بلد يعني تخيالي الفرق بالفعالية والكفاءة بالإنتاجية بين أنه أنا أقدر وصل أفكاري يكون التواصل فعال أكتر الإنتاجية بتزيد تشخيص المشكلات بيكون أسرع وأدق الإنتاجية بتطلع حكما يعني دائما الطلاب بيسألونا يعني أنه دكتور شو أكتر شيء مهم بالجي أر إي هلأ هنا ناطين أنك بتسجل معجستير بصراحة هو أو بتسجل دكتورة هو أخف فائدة لإله أنك بتسجل معجستير أو دكتورة ليش؟ أنه عم بيبني طريقة تفكير بالكامل الجديدة عندك عم بيقوي مهارات التفكير عندك بطريقة هائلة طب هذا شو بينعكس أنا لما بتسجل معجستير أو دكتورة في واحد بيعاني أصنع دراسة معجستير أو دكتورة بيكون عم بيبذل مشقة هائلة أنه في بعض التولز بعض الأدوات بعض التكنيكس البسيطة ما عنده إياها كان المفروض يأخذها لهيك مشكورة بعض جامعاتنا بلشت شوي شوي يعني تجيب هذا الامتحان أنه فعلا بيحدد مين هو الأقدر والأكفأ على دخول الدراسات العلية وبعد ما يدخل يكون منتج فيها نعم ملعبنا بس أني يسجل معجستير أني يروح على مكان هو مكاني صحيح أنتج فيه انبسط فيه وأدي لمجتمعي فيه نعم يعني خلينا نحكي شوي أنت عم تحكي عن قطة كتير مهمة واختبارات ذكية مهمة هي موجودة عالميا نحنا نتمنى أنه عن جد تطبق بكل الجامعات السورية لأنه دائما بيقولوا لك جامعات خاصة أو عمل معجستير أو عمل دكتورة لكن ما كان يستحق مثل ما بيقولوا فيه واسطة كانت أما هذول يمكن للإمتحانات أو الاختبارات تحدد المستوى مثل ما قلت بشكل تحليلي نقدي وتحط كل حدا بمكان بجوز يبرع بشي معين تاني في عمنا مصطلح تاني هو الجيمات خلينا نحكي عن هذا الاختبار كمان الجيمات هو مكافئ للجي أر إي لكن هو الـ Graduate Management Admission Test هو فحص خاص بالقبول بكليات الإدارة العليا يعني يدرس تخصص إلى علاقة بالإدارة العليا التنفيذية أو الإدارة القيادية بمفاهيمة جديدة موضوع المأسسة والمؤسساتية موضوع السلوك المؤسساتي بمر بهذا الفحص هذا الفحص عالميا الجامعات الأكريدت الجامعات اللي هي الجامعات الأوائل على العالم يعني اللي خريجة نادرا ما يبحث عن فرصة عمل فرصة العمل تبحث عنه الجامعات اللي فعلا تنتج قيمة يعني كيف المصنع المهم بينتج سيارة مهمة الجامعات المهمة تنتج خريج مهم من واجب سوق العمل أنه يبحث عنه لما بيكون مؤهل وكفو فبلجيمات حاليا وصل الأمر إلى أنه من كل عشر قبولات لدراسة الماجستير أو الدكتوراه ببعض الكليات العالمية اللي هي تصنيفها مثلا بأول ألف جامع العالم أو حتى أول مئة جامع العالم لا يمكن الدخول إلى تحت أي شرط من الشروط بدون تحقيق علامة عالية وريكورد عالي بيئة الجيمات يعني أنا فعليا أكون عم أول للكليات الإدارة وفيما بعد المصانع والشركات والمؤسسات والهيئات الإدارية أنه أنا واصل لمحل بالإدارة وبمهارات الإدارة كافي جدا وملائم جدا أني أنا أعمل وأنتج في هذه البيئة الإدارية طبعا وغالبا اللي عنده مشاكل بالمهارات المذكورة بامتحان مثل جيمات اللي هو امتحان كثير حيوي لقبول الناس بالعمل الإداري غالبا بيكون عنده مشاكل بالعمل الإداري بصرف النظر عن شهادته وتأهيله العلمية سواء كان طبيب مهندس عبقري في مجال الفيزياء إذا كان عنده مشاكل بهذه النقاط غالبا لما بيجي الوقت وبينحط على محق أعباء ومسؤوليات الإدارة بيفشل بالعمل الإداري فلهيك مشكورة الجامعة مثلا الجامعة مثلا عندنا افتراضية بلاش تتطبق يعني طبعا نحن مو مطلوب نسخ امتحان دولي يمكن إيجاد نسخة سورية منه أمر ما نوسهل طبعا أنه امتحان عمره تلك ترباع القرن يعني لتاريخ اليوم 75 سنة يعني ما له امتحان جديد ووضعه وانتشاره صار هائل يعني كليات الإدارة بالصين بأقصى مشرك الأرض بالولايات المتحدة الأمريكية باستراليا كلهم يعني بيعتمدوا هذا دليل على فعلا أن هو يستحق هذه الاعتمادية وأنا بقدر فلتر الناص من خلاله مين بيقدر يشتغل إدارة مين ما بيقدر يشتغل إدارة دكتور يوسف أيضا خابلنا نحكي أدي إيجابيات هذا الموضوع يمكن عم تحكي عم تقول مشكورة أجمع أنه بلشت تطبق هذا الشي أدي هي يعني بتفيده للشخص يلي يختبر بتفيده بمجاله العملية أديش بتسهل عليه كتير أمور يمكن ذكرت أيضا نقطة مهمة ببداية حديثنا أنه عم يبذل مجهود بس ما عم يطلع الشي معناها فيه شغلات فيه ثغيرات هذه الثغيرات هي ما كانت ضمن الرؤية تبع الشامعة يعني بيجي يحبط آخر شي يعني بيعمل بيعمل بآخر شي يحبط ليش يحبط مشان أساس صغيرة تفاصيل صغيرة ممكن إذا تجاوزها هو ما يضطر يبذل هذا المجهود صحيح صحيح مشكورة على سؤالك فعلا أنه أنا يعني مثلا بفحص مثل الجيمات عم بتأكد من السكيلز الأساسية اللي هي مثلا ديش أنا محاكمتي للأمور ناضجة وقوية بدون هذا الموضوع بتحول دراستك للأفرع الإدارية يعني الإدارة بالذات ما فيها تكون فرع نظري يعني وآخر شي رح تحتك مع الناس يعني ما فيك تضلع متنظر وراء الكتب بدك مدير مصنع بدك تنزل على المصنع تشوف مشاكلك مدير مؤسسة مالية بتكون على احتكاك بالمشاكل المالية والتنظيمية والقانونية وكل أنواع المشاكل اللي بيواجهها الإدارة ببيئة العمل هاي لا ينفع فيها التنظير يعني أنا دكتور بالاقتصاد أتقن فقط بعض النظريات من وجهة يعني نظر علمية نظرية بحثة هذا الحديث ببيئة الإدارة كارثة لأنه بالنهاية الإدارة مثلا تنعكس عنا مثلا علوم الإدارة مثلا محاسبيا في محاسبين طب هذا عمل عملي لو أبزلت أنا دكتوراه بالمحاسبة بدي يشوف انعكاس هذا الموضوع بسوق العمل موارد بشرية الموارد بشرية هي ما لها مفهوم بعيد عن الواقع ومفهوم يرتبط بالناس اللي عم نحتك معها يوميا عم نوظفها عم نعملها ترقية عم ننهي عقود معها فأنت دائما عم تحتك مع أصص عملية وبمجال الإدارة بما يخص الجيمات ننتحن فعلا إمكانية عملك ببيئة هذه العمل وليس فقط إمكانة امتصاصك لمفاهيم نظرية قد يعني لا تستفيد أو تفيد منها بأي شكل من الأشكال نعم ففعلا كثير مهم بهذه الامتحانات أنه هي تتجاوز الحد النظري بتروح كثير على الشيء العملي اللي أنت بتواجهه ببيئة العمل يعني بتشوفي نوع من هاي الامتحانات مثلا هو عبارة عن حالات إدارية معقدة صعبة تطرح يوميا أمام الإدارة مطلوب منه ياخد قرار فيها مطلوب منه يعمل تحليل لإلى مطلوب أنه فعلا يكون بهاللحظة مدير وقتها فعلا أنا خليه يدرس إدارة أو لا أما يدرس إدارة ويكون فيما بعد لا الملكات تبعوا المواهب تبعوا بمكان آخر فهذا أمر مانو صحيح يعني نحن يمكن سالم طالب يكون في هاي الاختبارات لأنه فعلا البلد بحاجة لحد إداري ناجح ياخد قرار يحسن أموره ويشوف النتائج على الأرض كيفية المصلحة العليا مثل ما بتقوله يعني دائما بنقول الشيء النظري المتعلمه بالجامعة مخالف تماما للشيء العملي وخاصة بميدان الإدارة أقسام أخيرا الاختبار جيمات شو هي؟ الأقسام بتعكس تماما الشيء اللي حكيتي أنه أنا من شان هذا الفحص يصير عملي يبطل نظري ونحن بحاجة إداري نحن فعلا بحاجة إداري يعني بقول مثلا بعضه بسبب الحرب والأزمة صار أحيانا في بعض التقصير أو تراجع بترتيب بعض الجامعات عننا فكبرت الهوة باختصاصات مثلا مثل طب أو هندسة بيننا وبين جامعات دولية لكن أين حصلت المصيبة بكليات الإدارة لسببين أول شيء نحن الفئة المتعلمة عنا تنتقس من شأن الإدارة أكتر من الفئة الجاهلة صحي يعني جهلة المتعلم أصعب من جهلة الجاهلة يعني من نجي على الطبيب أو المهندس يعني من فترة كان حدا هيك كما كان دكتور الهندسة شو رأيك بالعلم الإدارة؟ كلي لا علم إدارة ولا شيء هذا شغلة المال وشغلة هاي نظرة مجتمعية قاتلة لأنه فعليا مايكروسوفت ولا جوجل ولا الشركات الرائدة لما أدارت يعني شركات عابرة للحدود وعابرة للقارات حتى مو بس للحدود المحلية كان نجاحها بالدرجة الأولى هو نجاح إداري يعني مثلا بالبلد عنا حاليا ما احد يقول ما عنا موارد عنا موارد بشري هائل وعنا موارد وفرص تصنيع هائلة بالدليل هلأ شوفي قانون الاستثمار وإقبال المشتسميرين عنا تلاقن شو المشكلة عنا إدارية 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 معني فيها المتعلمين قبل غير المتعلمين يعني يمارسون وين ينظرون بالإدارة قبل باقي المتعلمين اللي نبعيدين عن ميادين الإدارة إما أن نتعاطى مع هذا الفن وهذا العلم وهذه الإدارة بطريقة صحيحة يعني بالعربي البسيط نقبضه جد أو ما رح يقبضنا جد هو لأنه هذا العلم بلغ مبالغ هائلة ومخيفة من التطور ما فيني ضل أنا بعيد عنه والله فهمان فصار إداري تعريف كلمة فهمان عنه واسع وفهمان أنا ممكن كون مهندس ناجح جدا لكن يعني أخذ المصنع اللي بديره للتهلكة لأنه إدارة المصنع هي إدارة قبل ما تكون مصنع إدارة المشفى هي إدارة قبل ما تكون مشفى إذا ما شفت هذا البعد وأعطيته حقه فرح تشوف نتائج كاريسية 100% دكتور يوسف عم تحكي يمكن موضوع ونحن نتمنى هلأ الكل يكون عم يسمعنا وخاصة بمجال الاقتصاد الإدارة أيضا ويكون في تنصيق بين خلينا نقول الإدارة والاقتصاد بشكل متكامل يمكن نحن مقبلين على مرحلة خلينا نقول أملنا الوحيد هو الاستثمارات يعني نحن نتمنى بس أنه الكل هون هيك عبر شاشتنا الإخبارية على قليلة بس شوي يديوا بالهم على هذا الموضوع يعني الزراعة هلأ نحن منعول على الزراعة أوكي ولكن نحن اقتصاد بدنا اقتصاد لكن المستثمر ينجح عنا بحاجة إلى مساعدة إدارية قانونية بدنا تنصيص تماما ونجاح المستثمر لدينا بإدخال تقاني جديدة بإدخال صناعة جديدة بإدخال خدمة جديدة هو نجاحنا بالدرجة الأولى إن شاء الله أنه علم الإدارة هو شغلة فطرية بكتسبة بالتجريب أبداً ما لهيك وهي قصة خطيرة جداً لا يجوز الاستهانة بها أو التعاون معها على أنها تحصيل حاصل لفعلاً نستفيد من كوادرنا نستفيد من طاقاتنا ليس لدينا مشكلة موارد هي ما تحصيل حاصل والدليل هي بالجامعة تدرس مادة يمكن إذا واحد عم يدرس أدب عربي عنده إدارة يعني لبعض الجامعة مثلاً الإقليمية التي ترتيبها على العالم هائل رح أنهي لك بكلمة يعني ألف تدخل ألف تدخل مع مبلغ مادي مهول جداً لدراسة ماجستير بإدارة العمال قد يستهين به البعض هون هو أبداً ما له أمر سهل أبداً ما له أمر بسيط وهو خاص بأنخبة يجب أن يتم التعامل معه كذلك لأنه نجاح المصنع ونجاح الإدارة نجاح المؤسسة ونجاح الإدارة هاد اللي بيعمل نجاح أفراد وبينهض بمؤسساتنا وباستثماراتنا نحن نضم صوتنا لصوتك دكتور يوسف يعني وأكيد نحن اليوم كلنا بحاجة بجميع المؤسسات مو بس العلاقة بالاقتصاد والاستثمار بجميع المؤسسات لخلية إدارية ناجحة تاخد قرارات صح بهذا الوقت الراهن شكراً لوجودك معنا شكراً لكم وللشيء اللي طلبتوه على الهواء بما يخصص موضوع الإدارة والبناء الإدارية شكراً شكراً عن جد شكراً من القلب يعني أنا أعمل بمجال استشاري بهذا الخصوص لكن يعني ألمس الوجع يومياً شكراً للكون من القلب واجبنا إستاذ يوسف شكراً وجودك معنا شكراً للمعلومات كنا حابين نكفي حديثنا لكن وقت خلص للأسف شكراً لإعلاج شكراً للمشاهدة